لبنان على مفترق دقيق والوضع الحالي خطير للغاية بهذه الكلمات وصفت بعثة صندوق النقد الدولي إلى بيروت الوضع الاقتصادي في لبنان بعد أكثر من ثلاث سنوات من استمرار الأزمة غير المسبوقة والتي أدت إلى تخلق الاقتصادي وانهيار حاد لقيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار إضافة للتضخم ثلاثي الرقم البعثة أكدت أن الأزمة عكست على الحياة المعيشية للناس وأرزاقهم بصورة كبيرة ما تسبب بارتفاع مستويات البطالة والفقر والهجرة فيما شهدت إمدادات الخدمات الأساسية كالكهرباء والصحة والتعليم العام اضطرابا بالغا وانهارت الاستثمارات وبرامج الدعم الاجتماعية ولم يعد بوسع البنوك توفير الاعتمان للاقتصاد وباتت الودائع المصرفية غير متاحة للمودعين البعثة حذرت من أن لبنان يقف عند مفترق طرق خطير مضيفة أنه بدون إصلاحات سريعة سيغرق البلد في أزمة لا نهاية لها مع استمرار تراجع الإمكانات الاقتصادية وأن غياب الإصلاحات يعني الاستمرار بهبوط سعر الصرف والتضخم المتزايد دون هوادة وتسارع مخاطر الدولة النقدية المرتفعة بالفعل وازدياد الطابع غير رسمي للاقتصاد ما سيقلص مجال تحصيل الضرائب ويفرض المزيد من القيود على الإنفاق من الموازنة العامة الحل الذي طرحته البعثة تمثل بالحاجة الماسة لتنفيذ حزمة إصلاحات شاملة أهمها تعزيز أطر الحوكمة ومحاكمة الفساد ومراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لإعادة اكتساب الثقة الاجتماعية لسياسات الحكومة وتشجيع النمو الشامل وهو أمر يؤكد لبنانيون أنه بعيد المنال مدامة ميليشية إيران هي الجاثمة على صدر البلاد